السلام عليكم وأهلاً بحضراتكم أسرة فكرة ثانية النهاردة أنا جايب لكم طريقة رائعة جداً جداً للربح من الانترنت والطريقة دي والله ما محتاجة منك مجهود مش محتاجة منك خبرة مش هتضيع عليها وقت كتير من موبايلك أو اللابتوب هتشتغل وتحقق أرباح رائعة جداً جداً مش محتاج أن انت تصمم حاجة بنفسك مش محتاج أن انت تبيع حاجة بنفسك الموضوع كله مجاني تماماً ومن أسهل ما يمكن أن يكون على الإطلاق والله العظيم وبالدليل وبالأرقام هنشوف أهمية الاستراتيجية دي والأرباح اللي بتيجي من وراها قبل ما نخش ونتطرق لموضوع حلقة النهاردة معكم أخوكم مبارك ودي فكرة تانية كل ما تعلق بالربح من الانترنت وبفكر حضراتكم بالجيباوي الأسبوعية بتاعتنا اللي قمتها عشرة دولار بتقدم لفائزين اتنين بيتم اختيارهم بشكل عشوائي وبيتم الاعلان عنهم على قناة تليجرام والفيسبوك كل يوم جمعة من كل أسبوع الساعة أشر ونصف مساء أنا بتلاقي اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف شروط الجيباوي بمطالب بساطة سريعا إن حضراتكم بتعملوا لايك للحلقة اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجراز وإنكم تجاوبوا على سؤال الجيباوي اللي ببطيدي أطراح بشكل عشوائي خلال مدة الحلقة يلا بينا نشوف مع بعض أهمية حلقة النهاردة وسهولتها الغير عادية يعني أي حد حرفيا من أي مكان في الدنيا يقدر أنه يشتغل معي في استراتيجية النهاردة من موبايلك من اللاب توبك بكرر مرة أخرى ينفع أنك تشتغل بدون أي خبرات أو راس مال على الإطلاق خليكم متشوقين ويلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة طب شباب قبل ما نبدأ في الحلقة لازم تبقى فاهم بطبيعتها إيه اللي احنا عليه دلوقتي هو موقع إدسي انت مش بتشتغل على إدسي أنا بس بوريك أهمية الشغل اللي احنا نشتغله مع بعض النهاردة اللي انت شايفه معاك دي حاجة اسمها الانفويس تمبلت ايه هي الانفويس هي الفواتير اللي الشركات والأفراد بيحتاجوها وعاوز أقول لحضرتك ان التب لس دي حرفية اللي بتتعامل كلها في موقع واحد فقط لغير زي ما تشايف 36000 feedback 9144 327 632 1300 feedback دي ال feedback مش المبيعات طب على سبيل المثال يا مبالك فاهمنا أكتر وممكن الأرباح تمشي ازاي تعال بص معايا كده صديقي لو دخلت مثلا على الشخص ده خلينا نفتح الشخص ده الشخص ده زي ما تشايف بايع ثلاثة اشتروا منه النهاردة بس بسيار اثنين دولار ونصف التمبلت دي التمبلت دي يا جماعة يعني الشكل اللي انت شايفه ده ده شكل او الصيغة بتاعة الفاتورة دي بتيت عمل بكزا طريقة وبكزا شكل وبشكل مجاني وعلى موقع واحد هنشوفه دلوقتي طيب أنا عاوز أشوف الشخص ده عمل كام واحدة من الانفويس او الفواتير ديت وابتدأ ان هو يباعها كdigital product بص معي ده منتج رقمي يا شباب ده ايه ده منتج رقمي زي ما انت شايف طيب خلينا نخش على الشخص ده نفتحه كده نشوف الشخص ده عامل كام مبيع بالزبط وحاطت كام منتج هتلاقي ان الشخص دوت عامل واحد وعشرين الف ثلاثمائة سبعة وسبعين مبيع وحاطت خمسة واربعين يعني حاطت خمسة واربعين فطولة بس بأشكال مختلفة بص خمسة واربعين بس عنده صبحتين ادي واحد واتدي التانية ما عندهش اي صفحات تانية بص هم خمسة واربعين فطولة جايب منهم واحد وعشرين الف وثلاثمائة مبيعة لو افترضنا ان بص في حاجات بخمسة دولار في حاجات بخمسة دولار كلهم خمسة دولار تقريبا الا اللي احنا شوفناها كانت باثنين دولار عشان كان عليها خاصمة حاجة زي كده باثنين دولار بعد الخاصمة طيب خلينا نفترض ان الشخص دوت شباب عاملوا واحد وعشرين الف وتلاثمائة مبيعة في متوسط ثلاثة دولار جميل جدا الشباب فادي الكالكولاتور معانا ادي واحد وعشرين الف وتلاثمائة مبيعة في المتوسط ثلاثة دولار هنلقى ان الشخص ده عامل حوالي اربعة وستين الف دولار بس من بيع منتج راكمي وهو الفواتير او الانفويس تيمبلت بشكل والله هتشوفوا معي دلوقتي انت مش متخيله هو بيعملها ازاي يعني الموضوع كله هو ما تعبش في اي حاجة خمسة واربعين تيمبلت رفعهم على انتسي هعملهم اربعة وستين الف دولار دول بالمصري يعملوا حوالي ثلاثة مليون ومئة الف ثلاثة مليون ومئة الف الطريقة دي على الرغم من هي سهلة جدا وبسيطة جدا الا ان في ناس كتيرة ما تعرفش عنها وفي ناس كتيرة كعرب ما بتستغلهاش دي فرصة حقيقية تخيل ان من خمسة واربعين تصميم بس للفواتير قدر ان هو يعمل الرقم ده فدي فرصة حقيقية انا وردتك هو بالدليل وبالاسبات من قلب البروفير بتاع الشخص ده منتج زي كده ممكن يفرق في حياتك ازاي يبقى ناقص دلوقتي من هنا ايه نعرف ازاي ممكن ان احنا نعمل نفس الانفايسيز دي وازاي ان احنا نبحق ونربح من وراها لان زي ما احنا شفنا هي لها جمهور كبير جدا وواسع جدا الناس كلها بتروح تشتري المنتج ده بدون اي مشكلة على الاطلاق وزي ما احنا شفنا يعني كنين اجيب لك واحد تاني بلاش الشخص اللي احنا دخلنا عليه عشان برضو ان يفهم اهمية المنتج ده كنيني نخش نفتح الشخص ده انلاقي ان الشخص ده برضو فيه تلاتة برضو اشتروا من الراجل دوت الفاتورة دي طبعا هو مش حاطط الفاتورة دي بس هو حاطط خمسين ستين تصميم للفواتير فعنده هنا تلت مبيعات وعنده هنا عشر مبيعات وعنده هنا خمس مبيعات في الشهر بتعمل الالف ونص للتلات الاف دولار كل اللي حاضرتك بتعمله منطقة البساطة هو موقع كنفا فقط لغير تخيل ان الحلقة النهاردة كل اللي اللي انت محتاجه حرفيا في الدنيا هو موقع كنفا اللي هو اصلا مجاني تماما والإنفويس تيمبليتس موجود عليه يعني عاوز اقول لك الى مالة نهاية عندك كمية تيمبليتس ستشوفها معادي دلوقتي حرفيا ما لهاش نهاية تقدر تستخدمها وتعيد بحها بعد تعديلة بسيطة بتعملها في كل تصميم من الانفويس دي فبتيجي هنا في السيرش وتكتب كلمة انفويس وتقول له انتر بتكتب كلمة انفويس في السيرش بيطلع عليك بص عندك ستالاف اتنين وتلاتين تصميم للانفويس بس تخيل بقى يعني عندك كل الحاجات دي مثلا على سبيل المثال انت كل دي بتعمله ايه بتيجي على ايه تخلي بالك اللي احنا نسته كنا فتحينه شبهه شوية بص معي خلينا هو فين ده بص نفس الشكل ده اهو موجود هنا زيه فالناس دي كلها اصلا ما بتكترعش هي بتيجي على كانفا وتعمل شوية تعديلات بتعديلات هي ايه لو انا خليت على سبيل المثال ان احنا عاوزين نشتغل على عاوز حاجة بسيطة كده مثلا تيمبرت زي ده اهو تمام ده مجاني هو مش مدفوع ولا اي حاجة بتقوله كستاميز تيمبرت بعد ما بتخش على تيمبرت ده بتلاقي ان كانفا حاطت امثلة كاسم شركة فانت هنا بتقوله لا امسح دي كده خليها company name انت بتخلي هنا ايه بتوضح للعميل انه يكتب هنا اسم الشركة بتاعته هنا بتقوله حط الديزاين او البراند لو هو ليه مثلا جملة معينة للبراند نيم بتاعه فبتقوله هنا حط الديزاين او البراند طيب اشي تو يعني الفاتورة دي طلعت لمين فانت هنا بتكتب النام اهو بتكتب الادرس تنزل بتاعت تكتب النام اتنا بتوضح للعميل ان البيانات دي لازم تحط هنا الادرس والنام بتاع العميل بتشرق له الفاتورة بتاعتك لاكتر ولا اقل البيس نمبر خلاص انت بتمسح دي كده مش عاوزنا الديت بتمسحه معروفا الديت هيحط الديت الدي وديت اللي هو التاريخ اللي تلعت في الفاتورة طبعا بتبدي ان انت تمسح برضو اليونت برايز دي حاجات شرحة نفسها هي خلاص تمسح حاله كده وتمسح الديت 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 ال هو اللي بيضيفه يا شباب العميل هو اللي بيضيف هنا الديسكريبشن بتاعه تمام دي مهمة جدا 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 ان انت تشيل البيانات بحيث ان العميل يقدر يحط بياناته الخاصة هتيجي تقولي طب يا مبارك احنا هنا كتبين له وهنا المف года ان هو يحط اللوجود ابتاعه سيعمل إزاي التعديل على تبليلت ليما يقوم ياخذ تبليلها من عندي ليس حين احنا هنوضح له ان تبليل تبليل ينفع هوきたبلي Wool Air ayo هنزلها له بدي اف وهو يشتريها بدي اف هل هينفع ان هو يعدل عليها ايو بينفع يعدل عليها بالطريقة اللي انت هتشوفها معي المهم ان انت دلوقتي فهمت ايه فهمت ان انت عندك تيمبلت صلاح حصرة لها للفواتير ينفع ان انت تاخدها تعدل عليها وتعمل ريسايكل لها او اعادة بيع ليها بشكل رائع جدا تبقى تيمبلت بتاعتك انت بتبعها باتنين دولار الواحدة طيب انت كده بتحقق احلى شغل في الدنيا انت مش محتاج اكتر من كده في المبيع الواحدة طيب انا هنا خلصت خلصت الشغل بتاعي بعمل ايه ادي فايل ونزلها بدي اف اهو بدي اف استاندرد وممكن نخليها بدي اف برينت لان هو هيفيد ان هو يطبعها بعد كده هقول له دولار ونزلها على الجهاز عندي طيب العميل يشترق من نا دلوقتي يا جماعة المنتج بتاعنا اللي هو الانفويس دي او التصميم بتاع الفاتورة دي هو عاوز دلوقتي يعدلها بيعمل ايه احنا طبعا بنوضح في الدسكريبشن ان الفاتورة ديت او التبريد ده قابل للتعديل على كنفا هو بيعمل ايه بيروح هادي كده على كنفا ويعمل على حاجة اسمها فري اونلاين بدي اف اديتور لو ده سعليها بالشكل ده على كنفا برضو العميل هو اللي بيعمل القطوة دي بيبتد ان هو يرفع الانفويس اللي هو اشتراها منك اهي الانفويس اللي احنا عملناها بقول له اوبن هيبتدي كنفا يحمل الانفويس اللي العميل بيرفعها عليه بعدما العميل رفع بص بيظهر له التمبلت بتاعتنا اللي احنا عدلناها شلنا منها كل التفاصيل هيجي هنا والله يعدل على بتاعه يجي هنا يكتب مسلا فكرة تانية يجي مسلا تحت كده طبعا يبتدي ان هو يعدل عادي يجيب دي يمين يجيب دي شمال يجي هنا تحت مسلا يعمل ايه لايك سبسكرايب بالشكل ده تمام دي حاجات هو هيبتدي بيعدل هيجيب اللوجو بتاعه يحطه هنا فوق هيبتدي ان هو يلعب في الانفويس وليه مطلق الحرية في ان هو يعدل اللي هو عاوزه خلاص هو الراجل يحط هنا التفاصيل بتاعته الناس دي كلها بتعمل كده والله وعشان تتأكد اكتر اهو خلينا نروح على ادسي تاني على واحد من اللي كانوا الشغالين بوست معي وكاتب ايه ديجيتال برودكت ادت ان كنفا هو هنا بيقول للعميل ان ان انت هتاخد مني الانفويس دي وهتعدلها انت على قنفا بالتفاصيل اللي انت عاوزها هتم لبقى الفاتورة دي بطريقتك الخاصة حط اللوجو نين بتاعك حط الاسم بتاعك انت بتاخد مني فاتورة كل اللي عليك انك هتحط عليها اسمك عنوانك اللوجو بتاعك الكلام ده كله فهو هنا بيقول له ان التعديل بيتم في قنفا حلو يا احنا مششغلين وخلاص لا احنا شغلين عن دراسة فهمنا السوق في الحتة دي ماشي ازاي وبنعمل زيه تمام طيب انا هنا روحت خلاص عرفت ان العميل هيقدر يعدل بطريقة رائعة جدا ومجانية تماما ومعايا خلاص المنتج بتاعي بعد ما خلصته ونزلته هروح بي المنتج بتاعي فين كمنتج رقمي تعال اوريك صديقي بس بفكررك لو الموضوع عجبك لحد زي اللحظة ادعمني بعمل لايك الليك بيتشجعني وبيخليني ان انا دايما ابحث عن اسهل الطرق اللي تساعد حضراتكم في تحقيق ارباح بتكون طرق موثوقة طرق ذاتة مصداقية طرق مثبتة بالدليل والارقام دائما وابدا يلا بينا نروح على الموقع الرأي اللي انا بستخدمه حرفيا معظم الوقت فيه بيع المنتجات الرقمية الخاصة بي يلا بينا جميل كتا الشباب تلوقتي انا عملت لحضراتكم حساب جديد تماما على موقع جمرد عشان اوريك ازاي ان انت بتحط طريقة السحب بتاعت حضرتك وموقع جمرد هو من افضل المواقع اللي بتريح الجميع في الجزئية دي صراحة وهي طريقة سحب ارباحك لما بتحقق ارباحة لموقع جمرد وتيجي تسحبها لا طريقة السحب هنا متوفرة للجميع بفضل الله فده حاجة مميزة جدا لموقع جمرد ثانيا موقع جمرد الترافيك بتاعه عالي جدا جدا بالملايين شهريا حرفيا فده افضل منصة انا ايضا برشحالك من دمن المنصات اللي دايما برشحالكه في بيع المنتجات الرقمية يعتبر جمرد هو واحد من اقوى المنصات اللي انت لازم تشتغل عليها ولاازم ترفع الشغل بتاعك عليها توقع رفعته على منصات تانية قبل كده لا اشتغل على المنصة دي ايضا مجرد اما حضرتك انشأت حساب مجاني تماما على موقع جمرد والتسجيل عليه سهل جدا مش محتاج اي شرح شرح ايميلك باسوردك تفاصيلك بيه تعالى الصفحة اللي قدامي دي طيب كل اللي مطلوب منك دلوقت ايه ساعدتك انك بتيجي على البرودكس من هنا وتقوله ان انت عاوز تعمل نيو برودكت انت عاوز تضيف منتج جديد طيب هنا انت بتختار ان هو يبقى ديجيال برودكت هو خلاص من معمول على الديفولت ان انت بتبيع منتج رقمي هنا انت محتاج ان انت تحط اسم المنتج الرقمي وهنا انا مش عاوزك توجع دماغك انت بترجع على قنفة في الصفحة اللي انت كنت بتعدل عليها الانفويس دي خد الاسم بتاعها من فوق اهو ده اسم المنتج نفسه بالتفاصيل بتاعته ارجعتها يحطها هنا هل انت كده تغيبت بحاجة لا انت خدت نسخ لسك حطيت ما يعني ما عامتش اي حاجة طب السعر هنا يا شباب هيبقى كام طبعا لما رحنا بصينا على سوق الفواتير اللي موجود على الانسية كلها اثنين دولار ونص عندك حاجة هو بدولار واربعتاشر ولكن هو عاملها يعني مش افضل حاجة ولكن معظم الناس النجحة بتحطها باثنين دولار بدولار اربعة وتسعين سنت والموضوع بيبقى شغال حلو قوي 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 طب انا بنصاحك تعمل ايه حط لها باثنين دولار دي كده زي الفور مفيش فيها اي مشكلة على الاطلاق مجرد بما انت حطيت اسم المنتج والسع دوس على نيكست كاستمايز طب شباب جميل جدا بعد بما انت في الصفحة دي خلاص اسم المنتج بتاعك متثبت بالنسبة للوصف انا اعتمدت عادي على شاتش بيتيف انه هو يديني وصف للمنتج اللي انا ببيه وقتوله كتب لي وصف كده لاسم المنتج اللي احنا شغالين عليه وبالفعل كتب لي وصف رائع جدا خطه وحطيته في الجزئية دي طيب هنا الورال دي خليها نفس الاسم دوت او ممكن تخليها بالشكل ده خد اخر حاجة مرتبطة بكلمة ده مهم جدا جدا عشان المنتج بتاعك ايضا يظهر في محركات البحث بتاعت جوجل دي حاجة مهمة قوي 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 طيب نزل تحت بالنسبة للقفر هو هنا بيقول لك حط صورة للمنتج بتاعك هترجع تاني على بتاعتك كده وتعمل لها فايل داوي اللود وتنزلها المراضي بصيغة الصورة اهو جي بي جي وتعمل لها داوي اللود طبعا لو انت خايف ان ممكن العميل ينزل الصورة نفسها من جمرض لما تقلقش مش هيرا في اعمل حاجة زي جدا مش هتطلع عمرها بالكواليتي المطلوبة تمام فان بنزل الصورة بتاعت الانفوز كده هو هنا لازم يشوف شكل الفاتورة هيبقى عامل ازاي اذا ما احنا شفنا على ادسي بنشوف شكل الفواتين من بره عامل ازاي ولكن طبعا عمرك بتعرف بتاخدها وتعدل عليها فبقول له ابلود ايميجز بعد كده كمبيوتر فايلز ونرفع الصورة بتاعت الفاتورة بالشكل ده هتلاقي ان في الشكل اللي على يمين ده كل تعديل انت بتعملها بتظهر هنا في الشكل اللي موجود ده زي ما تشايف البروفيو بيزهر شكل الفاتورة وبيزهر اسم الفاتورة والوصف بتاعها يبقى كل تعديل انت بتعملها بتسمع معك بكلمة من على يمين طب بننفجع التلاني كده ونكمل التفاصيل انت هنا بتقول للعميل لما يجي يشتري بيظهر له كلمة عاملة زي اختار كلمة اللي هي اشتري الآن يعني اختار نفس العنوان حطه هنا اهو ادي السامري يول جيت ايه يول جيت ان الويس تيبلت دي اسمها طيب هننزل تحت كده مش تعمل اي حاجة في الحاجات دي كلها ده السعر بتاع المنتج لو انت فعلك الخيار ده بتخلي العميل يدفع السعر اللي هو عاوزه ما انصحكش خليها اتنين دولار هنا هتبيع واتحق ارباح قويسة جدا انزل تحت خالص يهمني هنا ان انت تتعلم على الاختيار ده وهنا انت بتسمح للعميل ان هو ينزل المنتج ده عدد مرات متكررة يعني ينزل منها خمس نسخ عشر نسخ عادي جدا زي ما العميل عاوز ويحب بعد ما خلصنا كل التفاصيل دي منيجي من فوق على اليمين وندوس سيف اند كونتينيوم طيب هنا محتاجين نعمل ايه الصفحة دي احنا محتاجين نعمل ايه محتاجين نرفع الملف بتاعنا اللي هو العميل لما يدفع الاتنين دولار يقدر ان هو يحصل بقى على ملف الفاتورة ده عشان يقدر ان هو يشتغل عليه طيب بنعمل حاجة زي كده ازي صديقي بندوس على كلمة بعد كده عفوا بندوس على كلمة عفوا بعد ازل بعد كده بندوس على ونرفع الملف نفسه بتاعنا اللي هو في الفاتورة اللي يقدر العميل ياخدها ويعمل عليها على قانفة طيب برضو اعوزي ان نوضح هنا تحت الملف بتاعنا اللي بيرفع هو زي ما انت شايف اترفع بدي اف. نيجي هنا ونقول له editable in canva. طبعا انت ممكن تسهل على العميل كمان ويتجيب له لينك التعديل بتاع canva من على موقع جوجل. يعني زي ما حدراتكم شايفين ده اللينك المباشر اللي يقدر العميل يعمل التعديل بتاعه على الملف. فممكن عادي اخد اللينك ده كده قابل لينك ادرس. ارجع تاني كده وحطوله هنا في الجزئية دي. اه بالشكل ده. ليه? انا هنا بسهل على العميل. انا عاوز العميل يبقى منفاح يشتري مرة واثنين وعشرة مني. ليه? عشان بوفله كل حاجة هو محتاجها فعلا. بعد ما انت خلصت الكلام ده كله اقول له publish and continue. جميل جدا. المبروك انت كده تم نشط المنتج بتاعك زي ما انت شايف بكل التفاصيل بتاعته كصورة للمنتج. كاسم كوصف كسعر ككل حاجة انت زي الفل طيب. محتاج منك قبل ما تعمل save the changes مرة اخرى انك تنزل بتاعته كده. وتبتد ان انت تحط المنتج بتاعك في الكاتيجوري. ده مهم جدا. عشان الترافك اللي موجود على الموقع النفسه يقدر ان هو يوصل للمنتجات بتاعتك. طيب بالنسبة للكاتيجوري. احنا كلمة الفاتورة دي بتندرج تحت باند ايه? او تحت مظلة ايه? تحت مظلة الاقصام المالية اللي هي الفاينانس. ما ممكن اجل كده في الكاتيجوري وبحث عن الفاينانس. فلاس جابني البيزنس and صحيح. بنسبة مليون في المية استهدافي سايدني في تحقيق ارباح رائعة جدا وبشكل سريع جدا. طيب بالنسبة للتاكز او الكلمات المفتاحية مهم ايضا ان انت تشتغل عليها اكتب كلمة عندك ناس كتيرة بص بيع في ناس عاملة ربعمائة تمانية وستين من الموضوع ده. عندك بقى كل كل كلام ده انت هتبتد ان انت تكتب كلمة وتحطه كله. اهو انفويس طلع لي الحاجات البعادية اجيب انفويس دزاين وهكذا وهكذا ابتد ان انت حط كل التاكز والكلامات المفتاحية اللي انت محتاجها. طيب انا انصحك ان انت تسيب كل الاعدادات دي زي ما هي ما تلعبش في اي حاجة هتساعدك في تحقيق ارباح ولو الاعداد ده او دي مش متفعالة بالنسبة لك فعالها لان دوت بيسمح له جمرد ان هو يسوق لمنتجاتك في حين انه بياخد تلاتين في المية من كل مبيعة انت بتعملها عليه ولكن هو بيعمل لك ماركتنج او ماركتنج ليه المنتج بتاعك للفئات المستهدفة اللي انت هتطاله فوق فالجزئية دي مهمة بالنسبة مليار في المية بعد ما خلصت بتدوس على كلمة خلاص انت كده اعداداتك كلها تمام والمنتج بتاعك اصبح موجود ما فيش فيه اي مشكلة على الاطلاق بتشوف المنتجات بتاعتك فين من هنا لو دست عانيها هتلاقي المنتج بتاعك موجود بيقول لك عدد المبيعات عدد الارباح بتاعتك طبعا لو انت عمل هنا عشر مبيعات في السيلز في اتنين دولار اللي هو سعر للبيع الواحدة يظهر لك هنا عشرين دولار في كلمة الريفنيو يبقى الموضوع هنا بقى واضح وبسيط مفيش فيه اي مشكلة على الاطلاق طيب يا مبارك ازاي بنسحب ارباحنا من على موقع جمرد زي ما انت وضحت لنا هقول لك يا صديقي حالا ولكن دوقت السؤال في جيفاوي والمسابقة الاسبوعية بتاعتنا اللي قمتها عشر دولار بتقدم لفائزين اتنين كل فائز بياخد خمسة دولار وبستذكر حضراتكم مرة اخرى بشروط الجيفاوي ان حضراتكم بتكونوا عملتوا لايك للحلقة اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش تفعز الريجرز عشان يطلقوا كل جديد بينزل اول باول واجابة سؤال الجيفاوي اللي هتراحه على حضراتكم حالا والسؤال بمنتهى البساطة بيقول ما هو محتوى حلقة اليوم وهل اعجبك هذا النوع من الفيديو او هذا النوع من المحتوى ولا لا وعاوزني الفترة الجاية اعمل لك فيديوهات سهلة وبسيطة للنوعية دي ولا لا تبري في التعليقات عبر بنفسك ما عنديش اي مشكلة في نوعية التعليق اللي حضرتك بتكتبها لي سواء تعليق ايجابي يا ريد حاجة بتساعدني جدا لو حتى تعليق سلبي اتمنى ان هو يكون تعليق بناء يساعدني في تقديم الحاجة اللي انتم محتاجينها من الفترات القادمة كل تعليقاتكم وقراءكم فوق راسي من فوق لكم جميعا كل الشكر والتقدير والاحترام الدائم ان شاء الله طيب نايز دلوقتي ايه نايز ان احنا نشوف مع بعض ازاي بنسحب ارباحنا لو رحنا على كلمة من تحت على الشمال بعد كده حضرتكم بتتوجه معي على كلمة هنا هو على طول تعرف ان انا عايش في مصر وبما ان انا عايش في مصر بيقولي خلاص هل انت عندك بطاقة ايو عندي بطاقة في الدولة دي هل انت عندك ما يزبط ان انت عايش في الدولة دي اه اكيد طبعا عندي فطورة مية فطورة طبعا عندي اي حاجة بتثبت ان انا اكيد عايش في البلد دي طيب لو انت امورك تمام فانا زي ما انت بتقول اعلم على الاختيار ده زي الفول بعد كده بقوله سيف نفس الكلام بقى لو حضرتك من المغرب من الجزائر من السعودية من اي دولة عربية شقيقة تقدر ان انت تبحث عن بلدك وتختار انك تعلم على التالة الاختيار دي بعد كده بتقوله سيف هنا ومنتهى البساطة الشديدة بيقولي والله تمام احنا هندفع لك يما عن طريق البنك في بلدك اللي هو البنك المحلي مش اي بنك بقى امريكي وكلام ده لأ فبيقول لك خلاص بصوا بتعرف بص الايبان بتاعي بتعرف على اول حرفين من بلدي اللي هما اي جي طيب معنى كده ان انت لو في المغرب في الجزائر في اي دولة مهما كانت خلاص انت تقدر تسحب ارباحك عن طريق البنك لو انت لسه اصغر من ان انت يكون عندك حساب بنكي اعتمد على الحساب البنكي الخاص بولدك بولدتك باخوك باختك بصديقك المهم ان الموضوع ما عندكش فيه اي مشكلة على الاطلاق بتحط بيانات البنك زي ما انت شايف بتعلم على الاختيار بتاع هو هنا معمول بشكل اوتوماتيك بتعدي كده بتحط اسمك الاول اسمك التاني العنوان بتاعك المدينة بتاعتك الرقم البريدي بتاع منطقتك بلدك وبعد كده رقم تليفونك بعد كده تاريخ ميلادك لا اكتر ولا اقل بتقول له انت كده خلاص اصبح عندك الحساب البنكي بتاعك اللي بتستلم عليه ارباحك وارباحك هنا بتتحول بشكل اوتوماتيكي الارباح هنا بتتحول بشكل اوتوماتيكي كل شهر يعني انت النهاردة حققت مية دولار الشهر الجاي بتستلم ارباحك نفس الفكرة في اليوتيوب على فكرة نفس الفكرة في كل المواقع الكبيرة هي دي طريقة الدفع انت حققت النهاردة مية دولار بعد شهر بتستلم المية دولار بتاعتك عمر ما بيطلعوا لك فاتورة ويدرسوا الارباح بتاعتك ويفلطروها بتوصل ارباحك في المعدة كل المواقع كده مفيش فيها اي مشكلة على الاطلاق طب يا مبارك تنصحنا ايضا نسوق للمنتج ده ولا لأ طبعا روح على موقع زي بنت ريس تسوق عليه المنتج بتاعك روح على موقع زي تويتر تسوق عليه المنتج بتاعك روح على موقع زي لينك د اين موقع لينك د اين هو من اقوى او رقم واحد في العالم للناس اللي عندها شركات والافراد اللي بتدور دايما على آآآ فرص عمل لائع جدا انك تسوق عليه تحديدا المنتج ده هتلاقي شركات وأفراد يتكلمك هاي عاوزة تشتري منك التصميم بتاع الفواتير دي مهم جدا جدا زائد موقع تويتر يبقى عندك تويتر لينكد ان عندك موقع بنترست وعندك طبعا موقع تيمبلر يعني مهمين جدا الأربع مواقع دولة يا جماعة انتوا تسوق عليها هيجيلكم منها ان شاء الله ان شاء الله مبيعات رائعة جدا 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 ويا سلام لو انشأت صبحة متخصصة أيضا على الفيسبوك وإنستجرام وسوقت عليهم أيضا ده هيفرق معك كتير جدا اه هتتعب في الأول يوم وانت بتجهز المواقع دي كلها عشان تنشر عليها الشغل بتاعك ولكن بعد كده انت يا دوبك بتجهز الانفويسيز بتاعتك أو التيمبلتس بتاعتك وتبتدي ان انت تتبح على جمرت وتعمل لها بعد كده شير على المواقع دي إلى أكتر والأقل الموضوع كله عملية تدوير انت بتعملها كل يوم بشكل مجاني تماما بدون أي تعب أو مجهود خلاص الموضوع السهل وبسيط جدا والله العظيم وربنا يوفقكم جميعا ومن نجاح لنجاح وان شاء الله ربنا يحقق لكم جميعا كل اللي تتمنوا كان معكم أخوكم مبارك ودي قناتكم فكرة تانية ما تنسوش تاخدوا جولة في فيديوهات القناة هتلاقي فيديوهات متلوعة جدا من الربح من الانترنت اكيد اكيد هتفيدكوا بشكل فعال شكرا إلى اللقاء